العصفة الترابية في اسكندرية اليوم خلت البحر اختفى تعالوا النهاردة نشوف أجواء اسكندرية عاملة إزاي خلال العصفة الترابية القوية اللي حصلت النهاردة أهلا بيكم في قناة إيجي تورينا لو أول مرة بتشوفوا القناة أنا مرشتها سياحية وبعمل فيديوهات عن أماكن سياحية وأثارية في مصر لو عجبكم فكرة القناة يضغطوا حيلاً أنا سبسكرايب لشان توصلكوا كل الفيديوهات اللي ممكن تكونوا بتدوروا عليها في مصر لاحظنا ارتفاع كبير في درجات الحرارة من إمبارح في القاهرة مثلاً وصلت درجة الحرارة فوق 40 درجة في سعيد مصر في الأسر وأسوان وباقي مدن السعيد كلها وصلت درجة الحرارة قريبة من 50 درجة وفي البحر الأحمر فوق 45 درجة بالنسبة لسكندرية بيكون الجو معروف ألطف شوية عسى انخطر البحر لكن في الحقيقة الموجة الحرارة بدأت قوية جداً بدرجات وصلت ل39 درجة يعني تقريباً بنتكلم في 40 درجة ودي حاجة طبعاً مش متعودة عليها مدينة السكندرية أن هي توصل درجة الحرارة فيها بالشكل ده في الحقيقة المشكلة مش بس في ارتفاع درجة الحرارة وأن احنا حاسين الجو حر لكن المشكلة في العاصفة الترابية أن هي نادرة لما بتحصل حاجة زي كده في اسكندرية العاصفة الترابية دي خلت اسكندرية كلها تضغطى كأنها يعني ما فيش شكل واضح للمباني ولدرجة كمان أن البحر ما بقاش باين خالص أنا مصور لكم هنا قدامنا المفروض البحر ده طريق الكورنيش اللي يعرف اسكندرية كويس قدامنا بيبقى فيه البحر لكن احنا شايفين البحر هنا مش باين خالص وحتى اللي بيحبوا يتمشوا على البحر وكده عاديين مش شايفين أي حاجة خالص لأن البحر مش باين من كتر التراب ومن كتر العاصفة الترابية المرة دي كوياء جداً طبعاً احنا بنتمنى أن العاصفة الترابية دي بنتمنى أن هي تخلص بسرعة لأن ليها سلبية كتيرة مثلاً اغلاق الطرق دي حاجة مهمة جداً بالنسبة للمسافريين على الطرق الصحراوية أحياناً بيغلقوا الطرق لما بيكون الجو كده كمان العاصفة الترابية بيكون لها تأثير دار على أي حد عنده حسية أو أي مرض في الجهاز التنفسي بيكون الأفضل لأنه هو يلبس زي كمامة علشان يقلل من استنشاك التراب وشوية كده هقول لكم على شوية نصايح تكونوا عارفينها لما تنزلوا في الجو ده وبالرغم من الجو الحر ده لكن لسه مازالت الشواطئ مغلقة كمان السنة دي مش كل الشواطئ هتكون مفتوحة في اسكندرية في شواطئ خلاص ما بقتش موجودة وده بسبب التوسعيات اللي بتحصل في الكورنيش لو حابين تعرفوا أكتر عن الموضوع ده يكتبوا لي تحت في الكومنس وعملكوا فيديو عنه لكن افتتاح الشواطئ العادية هيكون في وقته رايب جداً ممكن على شام النسيم ممكن تتابعوا معي هنا في القناة عشان تعرفوا الأخبار أول بأول الرياح دي هي رياح الخمسين وتسمت بالخمسين عشان بتقعد خمسين يوم تعالوا بعد الوقت اقول لكم على شوية نصايح سريعة كده احنا عارفين ان الجودة بيكون صعبة على اي حد عنده أمراض مثلاً في الجهاز التنفسي امراض قلب او ضغط بيوتى عنده حساسية مثلاً او جيوب أنفية كل الحاجات دي بتأثر على الواحد لو فعلاً نزل في الجودة كمان بالنسبة للأطفال ما ينزلوش في الجودة نهائي تعالوا دلوقت اقول لكم على شوية نصايح كده تكونوا عارفينها اول حاجة انكم ما تنزلوش من البيت الا في الحالة الضرورية فقط تاني حاجة لو نزلتوا لازم يكون معاكم ازازة مية علشان تحميكم من الحرارة وكمان لو انتم ضغطوكم بيوتى ممكن تحطوا شوية ملح صغيرين على ازازة المية دي بحيث ان هي تزبط الضغط تالت حاجة تلبسوا طوائي وتحاولوا ان انتم تداروا وشكوا او الراس من الحرارة مباشرة على قد ما تقدروا رابع حاجة ان انتم تلبسوا نظارة شمس عشان تحموا العين من الاتربة وخمس حاجة ان انتم تلبسوا كمامة علشان تحموا الانف من استنشاق التراب اكتر وقت بتكون الشمس فيه في زروتها ومن الساعة 12 للساعة 2 فحاولوا تتجنبوا ان انتم ما تمشوش في الوقت ده او ما تتعرضوش للشمس بجانب شرب المياء في ناس شهيتها بتقفل خالص في وقت الصيف ووقت الحر ده فده طبيعي ممكن تستبدلوا الحاجات دي بشرب سوايل كتيرة تكتروا من شرب العصاير والسوايل الكتير تحاولوا كمان ان انتم تلبسوا ملابس خفيفة تحاولوا ان انتم تلبسوا يعني على قد ما تقدروا ملابس تكون فتحة بلاش الالوان الغمقى دي ممكن تلبسوها بالليل بس بالنهار في الجودة تلبسوا على قد ما تقدروا البلوزات الخفيفة او التيشرتات الخفيفة ما تكونش الوان غمقى عشان اللون الغمق بيمتص عشرة الشمس احنا هنا وصلنا عند محطة الشاتبي احنا هنا قطعنا مسافة كبيرة من اول من الفيديو بدأ كان في منطقة المنشية ودلوقتي وصلنا عند الشاتبي زي ما احنا شايفين البحر زي ما هو بنفس لونه والشابورة مازالت جمدة جدا لكن الموجة دي اخرها يومين بالكتير هي كلها على بعض اخدت اربعة ايام وبعديها كل حاجة هترجع تاني على طبعتها وهنلاقي البحر هنا رجع تاني بلونه الازرق جميل وكمان الشواطئ قريب جدا كلها هتفتح وبكده نكون شوفنا في الفيديو ده اجواء اسكندرية في العاصفة الترابية وعرفنا ريح الخمسين وكمان عرفنا اي هي النصايح اللي ممكن نعملها علشان تجنب التراب ده اتمنى الفيديو ده يكون عجبكم واستفدتم منه ما تنسوش تضغطوا على لايك لو عجبكم الفيديو وكمان شاركوني بقراءكم واكتراحاتكم لو عندكم اي سئلة او استفسارات ولو حابين تشوفوا اي اماكن نكتبولي اكتراحاتكم في الكومنت في القناة هنا هتلاقوا كمان البلايليست بتقدروا تدخلوا او وتشوفوا الفيديوهات اللي انا عامليها متعسمة كلها في البلايليست اتظروا تختاروا بسهولة اي فيديو انتو حابين تشوفوه وانتظروا حلقات تانية كتيرة في قناة ايجي تورينا شكرا لمتابعتكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة